اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بالحمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اكد على الاستمرار في توفير كافة المقاومات التي تعزز من الاسهام الفاعل لقطاع الصناعة في مسالات التنمية المختلفة وتدعم دوره الفاعل في توفير الفرص النوعية امام ابناء الوطن لافتا سموه الى موصلة تبني الاستراتيجيات والخطط التي تعزز قدرات قطاع الصناعة على جب المزيد من الاستثمارات التي تحقق الاهداف المرجوة من اجل الوطن والمواطن بما يدعم اهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ الدعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة رئيس مجلس ادارة شركة الامنيوم البحرين البا وعضاء مجلس الادارة حيث نوها سموه بما تطلع به الشركة من دور بارز ومساهم في الاقتصاد الوطني وخلق العديد من الفرص الواعدة لابناء الوطن مشيرا سموه الى ما حققته البا من انجازات عززت تنفسية مملكة البحرين عالميا في صناعة الالمنيوم والصناعات التحويلية متمنيا سموه للشركة ومنتسبيها كل التوفيق والنجاح لتحقيق الاهداف المرجوة وقال سموه ان قطاع الصناعات التحويلية اليوم احد المرتكزات الاساسية للاقتصاد الوطني ويعد احد هم القطاعات ذات الاولوية التي استهدفها التطوير ليكون جاذبا بشكل اكبر الاستثمارات ومساهما بشكل اكثر فاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مشيرا سموه الى همية موصلة العمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال تبني مزيد من المبادرات المبتكرة التي تسهم في ديمومة تطويره من جانبه اعرب رئيس مجلس ادارة شركة الامنيوم البحرين البا عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم واهتمام مستمر بتطوير قطاع الصناعة بما يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين